من الذي يقف وراء هذا الامر في لبنان ايران ايران هي التي تقف وراء هذا الامر في لبنان لان ايران لا تريد لبنان دولة ذات سيادة حتى تستطيع ان تضع الحرس السوري في ايران علشان يصلوا الى جبل الارض في لبنان يعني حتى لا تستطيع ايران ان تضع الحرس السوري في لبنان حتى تجلس على قمة جبال الارض في لبنان ومين اللي بيساعد ايران اللي بيساعد ايران اصحاب المعتقد اليهودي لاخر الزمان اللي باله اللي هم عندهم العقدة اليهودية فيها علم اخر الزمان فالناس اصحاب معتقد علم اخر الزمان لدى الاخوة اليهود هم اللي بيساعدوا ايران علشان تصل الى الجلوس على جبال الارض في لبنان لان ده علامة من علامات نهاية الزمان بالنسبة لك بعد كده يتم ايه؟ القضاء عليه على الفرس واران بس يوصلوا لانا وبعدين يخلصوا عليه